تحتفل موناكو الصغيرة في الأول والثاني من تموز يوليو بزواج الأمير ألبرت وبطلة الألعاب الأولمبية الجنوب الأفريقية شارلين ويتستوك ستتم احتفالات الزواج بحضور ثلاثة آلاف مدعو على الأقل معظمهم من المشاهير وأصحاب الأعمال شكرا لكم سعادة الأمير الأنسا ويتستوك لمنح هذا اللقاء الثمين ليورو نيوز الساعة تدق منذرة باقتراب الزفاف والتجهيزات قائمة على أتمي وجه يبدو أنكما مرتاحان على الرغم من ذلك إنها طبائعنا وشخصياتنا لا أعتقد أنه من الصعب علينا تحمل تحضيرات متعبة كهذه إنها تتضلب الكثير من العمل حاليا وسابقا وقد تمر أوقات صعبة أحيانا ولكننا نتخطاها أعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك والتحولات الحاصلة هذه الأيام ليس على القصر فقط وإنما موناكو قاطبة كان كل شيء على ما يرام وضعنا هدفا معينا ونحن في طريقنا إلى تحقيقه لم يكن هناك أي حوادث خلال هذا العمل أي فيما يتعلق بتفاصيل التنظيم من الجانب اللوجيستي طبعا وليس الجانب الاحتفالي إنه حدث كبير إذن ولكن ماذا عن لمساتكم الشخصية؟ لقد قررنا الخطوط الرئيسية معا كان مشروعا مشتركا وبما أن شارلين تمتلك ذوقا رفيعا كانت على صلة أكبر بما يحدث في تصاميم الزينة وتفاصيلها ما التفاصيل المضافة؟ آه سترين لا أريد إعطاء الكثير من التفاصيل حاليا ستكون مفاجأة ستكون الحفلة رائعة جدا لدرجة لن تتصور مصدر هذا الجمال إنها قصة خرافية حلم كل فتاة ربما فتحلم معظم الفتيات بأن تكون إميرات هل تصدقين ما يحدث حاليا وتقولين رائع؟ هذا هو واقعي لم أكن أنتظره لا أعتقد أنني أستوعب الموضوع حاليا أرى أن الساحة مختلفة أرى الكثير يعملون وأرىه حادثا مهما أعتقد أنني أكمل الطريق الذي اتخذته لنفسي سعادتك أعتقد أنك تأنيت في انتقاء امرأة أحلامك هل تصدق فعلا أنك وجدت أخيرا شركة حياتك وإمارتك؟ لا أعتقد أنني لا أصدق ذلك فعلا ولكنني سعيد ومصرور جدا لأنني وها شارلين سنقضي على الأقل وقتا طويلا جدا وأتمنى أن يطول ذلك الوقت كثيرا فليكل واحد مننا وقته الخاص وتريقه الخاص في الحياة وأيضا أعماله الخاصة وقد اتخذت الطريق الطويل لكن ما يمكنني قوله أنه لا يوجد عمر محدد للزواج أمل ذلك ستصبحين جزءا من عائلة مشهورة جدا وأسطورية ما هو شعورك بأن تكوني جزءا من تلك الأسطورة الحية؟ عن نفسي لقد احترمت دائما هذا البلد وتراث ألبرت وأنني لن أضع نفسي في غير مكاني قمت دائما باتخاذ طريق الخاص وسبحته في سباكاتي الخاصة وأعتقد أن كل ما يأتي يعتمد على الوقت فقط من الواضح أن الرياضة عامل مهم في علاقتك ما هي المكونات السحرية الأخرى؟ وما الذي يجعلك تهيم بعروسك؟ إنها كريمة جدا فيما يخص الآخرين لأنها تستطيع التواصل مع الجميع وخصوصا الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وقد سميت سفيرة الأولمبياد الخاصة إنها منظمة رائعة ولديها أيضا أهداف رائعة أعتقد أنها ستحقق مهمتها على أكمل وجه وبكل طيب خاطر أنيسا ويتستوك ما الذي يجعلك ضعيفة وهائمة فيما يتعلق بالأمير ألبرت؟ سأغلق أذني لا أريد زمع ذلك إنه شخص محب ومعطاء يهتم بي بشكل كبير رفقته ممتعة وأعتقد أنه في حال لم نخذ هذا الطريق معا سنبقى أصدقاء مقربين فعلا إنه من أعز أصدقائي أستطيع الاعتماد عليه ويقدم لي رأيه الصادق دائما ماذا يمكنني القول وهو هنا؟ أتمنى لكم فعلا الأفضل والحياة الرائعة شكرا لكم على هذا الوقت الرائع شكرا لكم